ويتوفر لدى الأردن احتياطي كبير من الصخر الزيتي حيث تستثمر مؤسسات صنية وماليزية وستونية في بناء محطة توليد كاروبا تعملوا على الصخر الزيتي في الأردن أعلن شركة عطارات للطاقة أنها وصلت للإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الطاقة الأولى من حرق الصخر الزيتي وفتح المنجم الواقع في عطارات أم الغدران بالأردن وتمتلك شركة كواندون يورديان الصينية حصة نسبتها 45% في مشروع الصخر الزيتي التي تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار أمريكي وهذه القيمة سيكون مشروع الصخر الزيتي هذا على أكبر من نواهي خارج أستونيا سيكون هذا المشروع أساسا للطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها الدولة وبناء البنى التحتية وسيكتمل تنظيم وتطبيق المشروع وسيساهم في دفع وتعزيز العلاقات بين الأردن والصين والصخر الزيتي هو نوع من الصخور الرسولية التي يمكن حرقها مباشرة في أفران لتوليد الطاقة يبلغ الرقم الرسمي من احتياطي الصخر الزيتي في الأردن نحو 70 مليار طن لكن نحو 96 من الطاقة في المملكة تعتمد على الاستيراد لذا سيخفف هذا المشروع من ذلك هذا ونشرت جريدة الدستور الأردنية مقالا ذكرت فيه أن مشاركة الصين في مشروع الصخر الزيتي هو أحلى ثمار علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الأردنية التي اتفق عليها قارة البلدين عام 2015 كما ترمز لدخول العلاقات ثنائية مرحلة جديدة من التنمية ترجمة نانسي قنقر